منذ اللحظة الأولى لتوقيع اتفاق موسكو بشأن الهدنة في إدلب وتسيير دوريات مشتركة على الطريق الدولي حلب اللاذقية والرفض الشعبي ما زال مستمراً فأهل الشمال السوري خرجوا بمظاهرات حاشدة قرب بلدة النيرب ورفعوا سواتر ترابية على الطريق الدولي سعياً منهم لمنع عبور الدوريات التركية الروسية لا سيما وأنهم اعتبروا الاتفاق بأنه سيقضي على أمالهم في العودة إلى منازلهم في المناطق التي سيطرت عليها ميليشيات أسد جنوب إدلب المظاهرات لم تمنع تسير الدوريات ولم تكن حلاً ناجحاً فالقوات التركية سيرت دوريات أحادية الجانب عدة مرات فيما زعم الاحتلال الروسي أنه سير دورية مشتركة مع الأتراك على الطريق الدولي محاولات جديدة لعرقلة تطبيق الاتفاق تجسدت هذه المرة بتدمير مجهولين جزءاً من جسر بلدة الكفير غرب أدلب والذي تعبر من خلاله الأرتال المتوجهة إلى أريحة وغيرها من المناطق ما جعل الطريق الدولي مقطوعاً في الوقت الراحن فيما اتهم ناشطون عناصر من هيئة تحرير الشام بتفجير عبوات ناسفة على الجسر دون معرفة ما تريده الهيئة من وراء ذلك